أبدأ معك بما يعتقده البعض أو بما يردده البعض بأن هذه الحرب الدائرة الآن في أوكرانيا وما يدور خلالها وحولها هي مجرد حلقة في سياق أو في إطار الحرب الاقتصادية بالأساس بين الولايات المتحدة وروسيا روسيا تحاول الحفاظ على مكانتها الولايات المتحدة تحاول ضرب روسيا كمنافس أو كخصم اقتصادي كيف ترى ذلك هل هي بالفعل حرب اقتصادية الحرب العسكرية جزء منها بالأساس أولا مساء الخير لك سيدي والمشاهدين أشكرك على دعوتك الكريمي أعلم لا أعتقد سيدي أنها حرب اقتصادية مع روسيا كانت بالأساس لأن روسيا أصلا هي اقتصاديا لا يمكنها مجارات الاقتصاد الأمريكي فقط للتذكير سيدي الكريم الاقتصاد الروسي حجمه 1.7 تريليون دولار بينما الاقتصاد الأمريكي 20 تريليون دولار تاريخيا يعني معروف أن الخصم العسكري للولادة المتحدة الأمريكية هي روسيا والخصم الاقتصادي للولادة المتحدة الأمريكية هي الصين وبالتالي لا أعتقد أن الخصومة هي خصومة اقتصادية مع روسيا ولكن من السهل إخضاع روسيا لعقوبات ومن السهل أيضا الحاق الضرر بالاقتصاد الروسي بوصلة العقوبات الاقتصادية هذا الأمر ليس بأمر سهل في الحالة الصينية ولكن في الأيام الأولى للحرب سيد جاسم ونحن نعلم سيد الكريم كانت هناك تصريحات واضحة من المسؤولين الأمريكيين عندما بدأت هذه العقوبات بأن هدف هذه العقوبات هو التأثير على قدرات روسيا العسكرية وعلى قدراتها على تقديم ترسانتها العسكرية أو إرسال أو دعم ترسانتها العسكرية في مواجهة أوكرانيا بالتالي الاقتصاد الروسي ربما لا يقارن بالاقتصاد الأمريكي لكن إذا أردت أن تضغط على روسيا عسكريا عليك أن تحاصلها اقتصاديا ربما صح هذا ما تفضلت فيه سيد الكريم صحيح 100% حقيقة العقوبات الاقتصادية تعود إلى العام 432 قبل الميلاد وهذه السياسة سياسة العقوبات الاقتصادية كانوا يمارسوها الغريقيون على الدول الجارة لهم على الجزر القريبة منهم لتعديل سلوكهم السياسي وبالتالي واضح الأمر أن العقوبات هدفها الأساسي هي تعبد أداة من أداة الدبلوماسية أداة ناعمة من أداة الدبلوماسية حقيقة لتعديل سلوك الدولة المعنية اليوم صحيح الهدف هو تطويق روسيا اقتصاديا ولكن ليس هذا هو الهدف النهائي حقيقة يجب معرفة أن كل دولة تدخل حرب تحتاج حقيقة إلى احتياط من العملات الأجنبية كبير السبب بكل بساطة لأن هذا الاحتياط يخدم أمرين الأمر الأول يخدم تمويل تكلفة الحرب التي عادة ليست موضوعة في قلب الموازنات والثانية الدفاع عن العملة الوطنية لذلك روسيا اليوم التي على الورق تملك 630 مليار دولار حقيقة بالفعل هناك 469 مليار دولار منها فقط من العملات و60% من هذه الكمية طالتها العقوبات وبالتالي لم يبقى لروسيا إلا 170 مليار دولار وأعتقد أن هذا الأمر غير كافي للقيام بحرب طويلة في أوكرانيا لا تنسى سيدي الكريم أن أوكرانيا بلد كبير من ناحية المساحة وبلد كبير من ناحية عدد السكان وبالتالي هذا يحتاج إلى تكلفة كبيرة البعض يقول ولست بخبير عسكري ولكن سمعت هذا التحليل البعض يقول أن بالتحديد عدم قدرة روسيا على إرسال الجنود بشكل السيطرة الكاملة استبدلتها حقيقة باستراتيجية جلب المرتزقة من عدة دول لبث الرعب في المدن وفي المناطق وبالتالي تهجير السكان الموجودين فيها على كل حال حقيقة الشق الاقتصادي هو أمر مهم في الحروب إذا أردنا حقيقة دعني أقول تخفيف أو تقليل من حضوظ دولة من الصمود يكفي فرض العقوبات وهذا الأمر نراه أصلا أنا لا أعتقد حقيقة إذا تم فرض عقوبات شاملة على روسيا لا أعتقد أن الاقتصاد الروسي ممكن أن يستطيع المقاومة أمام هذه العقوبات ولكن في المقابل نحن نعلم أن روسيا تمسك أوروبا باليد التي توجعها عنيت بذلك الغاز وبالتالي هذا ما يجعل الروس إلى حد الساعة يناورون على هذا الصعيد